ريبية غزالة بزاف مانفيك إنشانتوز مطريبة اللي دارت واحد المعادلة صعبة جدا جدا هي أنها تغني فترة اللي صغيرة بزاف وتدير شهرة كبيرة بزاف تتازل فيها وتعود ترجع وتلقى الناس مازال كي تسنوها بنفس هذه الشهرة اللي اللي حبسس بها من هذه كتر من ثلاثين سنة بينها عزيزة جلال أولا عزيزة جلال هذه اللي تزادت 15 ديسمبر في سنة 1958 بنت مدينتك مدينة مكناس وكانت يعني هي الوحيدة وسط من يجل الإخوة جلالها اللي عندها هذيك الموهبة اللي عندها هذيك الصوت اللي زوين قرأت الابتدائي وقرأت التانوي في مدينة مكناس حتى الواحد النهار هذي تغني في الليسي وهذي يكتشفها المعلمين جلالها يقولوا تصل بالواليدة جلالك عندك صوت زوين غدي هذروا معها افكتبون البنت فعلا عندها صوت استثنائي يعني في سنة في غدي تتم 18 سنة غدي نصحها وحد الأستاذ غدي يقول لها علش ما تمشيش ديك ساعة كان بواحد البرنامج سميتو مواهب دي العب نبيل جيراري اللي خرج بزاف بزاف دي المطربين دونك غدي تمشي وغدي تقدم في هذا البرنامج وغدي توصل تقريبا للمراتب النهائية وغدي تلقى الاستحسان دي المغربة كاملين ودي اللجنة التحكيم وغدي لحلها عبد نبيل جيراري أغنيا على المسيرة الخضراء غدي تمشي لدوبي غدي تمشي لإمارات غدي تمشي لإمارات لأنها غدي تكون يعني صفي هي خاصة نتاقل هذه الساعات خاصة يعني توصل الصوت ديالها كبير بزاف يعني تقيل غدي تمشي للإمارات وغدي تتدير إعادة أغاني جابر جاسم هذه الوقت الإمارات ما كانش كيف ما كان كيف ما هي ده دهبا الإمارات يعني كانت سأسباق لها القاهرة في توسكية بخوديكشن ديال الموسيقى منتم صفي رجعت غنيات الأغاني ديال جابر جاسم صفي خاصة تدير حاجة أخرى دهبا خاصة تمشي لبلاد الموسيقى خاصة تمشي للقاهرة وفعلا غدي تمشي للقاهرة و أباك كود شانس ولا سبحان الله القدر اللي كان مخطط لها دك شي فهي غدي تمشي مع اللوقات اللي مدفع عبد الحليم حافل وغنيتلقى السحة فارغة ومتعطشة جدا لشي صوت اللي يكون راقي ما كيناش أم كلتم ما كينش عبد الحليم شكون لي شكون لي كينين أصوات مستوردة من المغرب لغني تجي لك الساعة كانت سامرة سعيد هذك الوقت اللي فريمان المغربة بينو بينو عشنو كي عرفو يديرو دانك عديتمش